لم يكن لمحافظة البيضاء أن تبقى بمعزل عن الحرب التي أنتجها الانقلاب ولم يكن لها أيضا أن تحظى بالاهتمام الحكوم هذا ما يقوله مواطنها كل يوم وهذا ما تصرح به جهاتها الإدارية سواء أكان ذلك قبل الدلاع الحربي أو حتى بعدها ما زالت محافظة البيضاء منسية من كل شيء إلا من القتال والأمراض والأوبئة هذه المرة أطلق مكتب الصحة بمحافظة البيضاء نداء استغاثة للجهات والمنظمات الصحية لمواجهة خطر وباء الكوليرا الوباء الذي عصف بمختلف محافظات الجمهورية يتوقف أخيرا عند هذه المحافظة أشبهة من حيث الخدمات بالقرية ولأنها بعيدة عن وسائل الإعلام وعدسات الكيمرات فإنها تخوض معاناتها مع هذا المرض كل يوم بمفردها مكتب الصحة الذي أطلق نداء الاستغاثة قال أيضا أنه تلقى بلغات من أهالي مديرية مكيراس وولد ربيع عن تفشي الكوليرا بشكل مخيم فيما أكد الفريق الميداني الذي نزل لمعاينة الحالات وفحصها عن إصابة العشرات بالمرض صار الوضع أكثر صعوبة إذن خصوصا في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الإنقلابية في المحافظة التي تمنع المنظمات الإغاثية من زيارة المناطق المنكوبة وإيصال المعونات إليها القرى التي تقع تحت إدارة الحكومة في المحافظة الوضع حرج فيها أيضا نتيجة الخدمات الطبية والإغاثية شبه المنعدمة يفترس الوباء البدائي مئات اليمنيين ويسير في طريق منافسة الحرب الدائرة في البلاد وفي كل يوم من يوميات حرب الإنقلاب يعود اليمنيون دهورا إلى الوراء